سلام أنا راكان وفي هذا الفيديو راح اقول لك خمس أسباب تخليك تشوف فيلم إنولا هومس ومسلسل راتشد والبداية حتكون مع فيلم إنولا هومس يلا نبدأ إنولا هومس من إخراج المخرج هاري براد بير وهذا المخرج عمل في عدد من المسلسلات الممتازة والتي تمتلك جماهيرية وفازت بجواز مثل كيلينج إيب رامي وفليباك طاقة من الممثلين مكون من ميلي بوبي براون والتي عرفناها بشخصية 11 بمسلسل سترينجر تينجز والويتشر هيري كافل مع ذلك التناغم بين الممثلين كل الممثلين سواء بلأدوار الرئيسية لأدوار الثانوية أو حتى الشرير أو الفيلن من نقاط القوة بالفيلم راح يأخذنا الفيلم برحلة مع إنولا هومس بعد ما تختفي والدتها وتترك وراها لغز ومن فينا ما يتحمس مع الغاز عائلة هومس ما بين اللغز ورغبة إخوانها مايك وتشير لك بتدريبها عشان تكون سيدة حقيقية وحقيقة وجود قاتل قادي طاردها ورغبتها الجامحة بمعرفة مكان والدتها كيف ممكن تنجو إنولا؟ الفيلم مقتبس من سلسلة روايات تحمل عنوان الغاز إنولا هومس مكونة من ست كتب من تأليف ناسي سبرينجر الكتب حققت مبيعات عالية بسبب جودة الكتابة وطريقة السردة البسيطة اللي تشدك من أول سطر مثل ما راح يشدك الفيلم من أول مشهد الموسيقى التصويرية جميلة جدا والأزياء ومواقع التصوير سواء القصور الإنجليزية الفاخرة أو أحياء لندة القديمة أو حتى الغابات كانت رهيبة جدا ومخدومة بإخراج وسينماتوغرافي رائع جدا وهذا الأمر غير مستغرب لآن ميزانية الفيلم ضخمة وبعد ما خلصنا من فيلم إنولا هومس الحين جعل الوقت أن يتكلم عن مسلسل راتشل المسلسل من إخراج المخرج رايان مورفي ومن فينا ما يعرف هذا الاسم بعالم المسلسلات رايان مورفي حاصل على ست جواز أيمي مختلفة عن عدد من المسلسلات اللي عمل عليها مثل أمريكان كرايم ستوري ومسلسل غلي كذلك حاصل على 24 جائزة مختلفة بمعنى راح نشوف مسلسل ممتاز إخراجيا سارا بولسن عندها قدرة عجيبة على تقمص الشخصيات لذلك شفناها بعدد من الشخصيات الرائعة جدا سواء بمسلسل أمريكان كرايم ستوري أو حتى بمسلسل أمريكان هولو ستوري اللي قدمت فيها الشخصية الأيقونية لانا وينترز قصة المسلسل مستوحان من شخصية الممرضة الشريرة ميلدريد راتشد اللي شفناها في فيلم وان فلو أوبر دي كوكوز نست وتقى أحداث المسلسل قبل 15 سنة من أحداث الفيلم وتحديدا حول شخصية الممرضة ميلدريد راتشد وكيف تحولت من ممرضة لطيفة تحاول أنها تنقذ الجنود إلى شخصية مهووسة وكابوس لكل مريض يكون تحت رعايتها في المصحة النفسية على الرضو من تعدد الشخصيات بالمسلسل إلا أنك راح تجد نفسك عارف أغلب الشخصيات من أول نص ساعة وهذا الأمر بسبب طريقة السرد البسيطة وبحكم أن المسلسل جريمة وغموض فتأكد أنك راح تكون على عصابك في كل حلقة وفي كل حلقة راح تشوف حدث صادم يكشف لك جزء من شخصية راتشد تدور أحداث المسلسل في عام 1947 مما يعني أن الأزياء ومواقع التصوير لازم تكون من هذه الحقبة وهذا الأمر برع فيها المخرج بلا شك ولكن لا ننسى أن في هذه الفترة الطب النفسي كان إن بدائي يفتقد للأساسيات لذلك نشوف بعض التجارب الوحشية التي تطبق على نزلاء المصحة بهذا المسلسل سلام